مبدئياً كده طبعاً البعثة سفرت لأبو ظبي النهاردة الساعة 4 بتوقيت القاهرة ويمكن يوصلوا في خلال دقايق بالسلام إن شاء الله بإذن الله لأبو ظبي هقول لحضراتكم قوامة البعثة وقول لحضراتكم الأسماء اللي وقع عليها اختيار مستر بيتشو موسماني عشان تكون موجودة مع الفريق في البطولة خليني كمان أقول لكم إنه على أقل تأدير الأهلي هيظهر في البطولة دي بغياب 8 من اللاعبين الأساسيين اللي لعبوا آخر مباراة بسكواد كامل لنادي الأهلي يعني عندك في حرص المرمى الشناوي عندك قدامه بدر بنون أيمن أشرف أكرم توفيق دول 4 غياب وراء عندك في نص الملعب حمدي فتحي والسولية أدي 2 كمان يبقوا 6 وعندك قدام محمد شريف وبرسيتاو أدي 8 دول 8 من سكواد الأهلي الأساسي اللي لعب بيه الأهلي آخر مباراة قبل ما ينضم لعبين المنتخبات المختلفة هيغيبوا عن المشاركة في بطولة كاس العالم بالإضافة اللي لسه طويلة جدا من أسماء منهم بقى أقول حسام حسن أقول صلاح محسن أقول محمد محمود فالحقيقة يعني ظروف صعبة جدا وقصية جدا الأهلي بيخود بيها بطولة كاس العالم للأندية اللي يهون علينا من الأمر شوية أنه مونتري المكسيكي الفريق اللي احنا بنقابله فيه حاجتين مهمين جدا لازم نعرفهم أولا مش في أفضل أحواله يعني خافيار أجري المدير الفني المكسيكي الرجل حطت بصمته الحقيقة مع الفريق الفريق بيحتل المركز التاسعة في الدولة المكسيكي فعروضه مش هي الأقوى يعني مش الفريق برضو لتقول أنه بطل المكسيك أو بطل القر من ناحية تانية كمان زي ما الأهلي بيعاني من غيابات كمان مونتري المكسيكي بيعاني من غيابات سيبكم من كل الكلام بتقلع على سوشال ميديا هذه الغيابات غير مؤكد عددها حتى اللحظة لكن خلينا يقولوا حضراتكم تعادل المكسيك الأخير في تصفيات كاس العالم مع كوستاريكا فدنا بشكل كبير جدا ليه؟ لأنه في حالة فوز المكسيك في المباراة دي كانت هتضمن التأهل المباشر لبطولة كاس العالم لكن هي تعادلت والتعادل ده حطها في خانة ياك لو كانوا فازوا كانوا هيسيبوا لعبة مونتري المكسيك يتشارك مع الفريق في بطولة كاس العالم التعادل ده خليهم يتمسكوا بتواجد اللعبين المكسيكيين اللي بيلعبوا المونتري وتقريبا هم خمس لعبين هيكونوا موجودين مع المكسيك المكسيك هتلعب مع مين؟ المكسيك هتلعب مع هتلعب مع باناما يوم الخميس الصبح الساعة خمسة بتوقيتنا هنا في مصر المكسيك هتلعب مع باناما الساعة خمسة صباحا توقيتنا إحنا في القاهرة هنا يوم خمسة الصبح عندهم لعبة كمان وعندهم لعب كمان في كوستاريكا وكوستاريكا هتلعب مع جمايكا في نفس التصفيات كاس العالم يوم الخميس الساعة 2 صباحا فبالتالي الستة دول ستة الدوليين دول يعني احتمالات وجودهم مع الفريق صعبة جدا في مباراة الأهل كمان يضيف عليهم غياب دوفان وده الحقيقة واحد من أهم اللعيبة ده النمر عشرة بتاعهم جناح شمال لعيب مهاري جدا ضموه تقريبا بحوالي 2 مليون دولار في الانتقالات الصيفية ده عنده أصابة بروباط صليبي فبرضو قايمتهم مش مكتملة يعني فأعتقد أنه برضو ده يعني إلى حد ما يخفف صدمتنا شوية في عدد الغيابات اللي موجودة عندنا خليني أقول لكم بقى طبعا فرقة زي ما قلت لحضراتكم برئاسة خالد مرتجي أمينسان دول نادي الأهلي النهاردة سفرت لأبوظبي الساعة 4 مستر موسماني اختار حقيقة في القايمة 22 لعب منهم وليد سليمان علي لطفي احسن الشحات رمي ربيع محمد هاني طاهر محمد طاهر أليو تزنج محمد محمود أحمد عبدالقادر عمار حمدي برسيتاو محمد أشرف محمد فخري أفشا محمود وحيد حمز علاء كريم فؤاد حسام حسن لويس مكسوني زياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم فيهم إصابات فيهم إصابات طبعا والمستر المسلماني قرر أنه يعني ياخد كل المصابين معاه أملا في شفاء يعني بعض اللاعبين أو التجهيزهم على أقل تقدير إحنا هنلعب مطشين مطش يوم خمسة اللي جاي وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله مطش يوم تسعة على أقل تقدير هيبقى في مطش يوم تمانية تمانية ده في حالة خسارتنا من مونتريي نلعب على الخامس والسادس يوم تمانية كسبنا إن شاء الله بإذن الله يبقى هنلعب بالميراس يوم تسعة في قبل النهائي ففي أمل كبير جدا طبعا لعبة دولية مع منتخباتها أو مع منتخب المصري تحديدا في حالة سلامتهم هكذا نتمنى أنا شايف إيه حجم الإصابات الخرافي يعني في علامة استفهام هل ده إحنا بندفع فطور التلاحم المواسم الأخيرة أنا بتكلم سواء على مستوى النادي الأهلي كنت بتكلم على مستوى المنتخب المصري إحنا ما فيش مطش يخلو من إصابة يعني أو إصابتين حجم أو كم الإصابات في صفوف في لعبتنا أهلي ومنتخب مصري كبيرة جدا ودي علامة استفهام أعتقد أن إحنا محتاجين مراجعة وطبعا متخصصين بقى في حتة الأحمال يتكلموا أكتر مني وهم يفهموا أكتر مني أكيد فكرة الحملة الزايد سبب بشكل طبعا أرضيات الملعب الكاميرون ليها بدون شك يعني جزء من المسؤولية لكن في النهاية برضو انت بتتكلم على عدد مش قليل في اللعبة الدولية ده فيما يتعلق بمطشات كسر عالم فبالتالي إحنا إن شاء الله بإذن الله خميس منتخب مصر مع الكاميرون السبت إن شاء الله الأهلي مع مونتراي والحد بإذن الله إن شاء الله نكون بنلعب نهائي بطولة أمم إفريقيا إن شاء الله بإذن الله وأعتقد يعني أن حظوظ منتخب السنغال لقدم عرض قوي جدا قدام غينيا الاستوائية وفاس بنتيجة 3 واحد أقرب للتأهل على حساب بوركينا فاسو علي معلون أطمن حضراتكم علي معلون إن شاء الله هنضم كمان لبعثة الفريق النهاردة هيوصل بالليل إن شاء الله لأبوظابي في حدود الساعة 9 مساءًا وهيكون جاهز إن شاء الله عشان يدخل في معسكر إعداد الفريق اللي هيبدأ وهننقلوا لحضراتكم طبعا كل يوم في السادسة نروح لأبوظابي ونتطمن على أخبار الفرقة وسعادتها لمواجهة مونتراي وانطلاقة بطولة كاس العالم للأنديا سريعا جدا أقول لكم أنه وولتر بوليا في السلية القطري عارة لمدة 6 شهور وده اللي أكده طبعا أن يتوفيق النهاردة وقال إنه تم الانتهاء من كل الإجراءات وينتقل لولتر بوليا لللاعبة في سفوف السلية القطري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة دي كانت فقرتنا الإخبارية عندها لقاء مهم جدا جدا اللي يفتكر واللي تابع طبعا مونتراي مش غريب علينا قابلنا قبل كده مرتين في كاس عالم كاس عالم عندها يعني منهم كان واحد من اللاعبين المتقلقين سزار دي الجادو ناجم مونتراي اللي واجه الأهلي بالفعل عبل كده في كاس عالم وهو هيكون ضفنا في السلسة من خلال فيديو كونفرنس بس اسمحولنا نروح لفاصل ونرجع نتكلم معاه ونشوف إيه هي أخبار ومستجدات مونتراي واستعداده لمواجهة الأهلي في كاس العالم